اشتركوا في القناة والسلامة والصلاحة رح يمكث القمر في هاي المنزلة طبعاً للساعة 2.56 دقيقة من مساء اليوم الجمعة يعني بمعنى آخر من بعد بث الحلقة هاي لمدة ساعة بانتقل القمر لمنزلة الشرطين وهي أول منزلة بالدائرة الفلكية وهي أول درجة من درجات برج الحمل فهاي المنزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهو سيئة جداً ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى تقليم الأظافر وحلاقة الشعر والتزيين بمعنى آخر زي ما حكينا أن القمر كمان ساعة من بث الحلقة بيصير موجود في برج الحمل يعني الساعة 2-56 دقيقة عصراً بتوقيت جرينج بما أنه رح يكون موجود في برج الحمل معناته تأثرات اللي رح يتأثر على جميع الأبراج بهاي الفترة هي بعض صفات برج الحمل الأساسية ففي هاي الفترة نشعر بطاقة كبيرة للعمل نكون أكثر تصميماً وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضاً يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضاً في هاي الفترة إن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرعوب فيها بنفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكننا برضو بالفترة هاي تعديل قصة الشعر أو إقامة حفل ما أو أي أمور إلها علاقة بالتجميل ولكن اللي هي العمليات الصغرى بالنسبة للزوايا البطيئة اللي دروتها يعني متشكلة والآن تعطي تأثيراتها أو أغلب تأثيرات هاي الزوايا هي القائمة حاليا أول أول زاوية هي زاوية التسديس إيجابية بين المريخ وبين المشتري طبعا إحنا كل يوم بنذكر هاي الزوايا لحد ما تنتهي ولكن تأثيرها دائما بكون علينا ودأثيرها بصير دولي يعني منا وإلنا برضو في نفس اللحظة أو علينا وعلى الأشخاص طبعا هاي الزاوية هي تأثيرها لغاية يوم تسعة اثنين بعدين بتنتهي هي هاي الزاوية بتخلق جو عام من التسامح وبهاي الفترة ممكن نتسامح مع أشخاص أخطأوا أو بخطؤوا بحقنا ومنمدلهم يد العون كما بتدفعنا للتراجع عن بعض الأخطاء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية سلبية زاوية اقتران وما بين الشمس وما بين زحل وهاي طبعا مستمرة برضو لغاية يوم تسعة اثنين هاي الزاوية اللي بتخلق مصاعب وعرقيل بتحتاج منها لبدل الجهد والتصميم والإرادة لتجاوزها وبتدل على تراجع في اهتمام الحكومة بمؤسسات الدولة وبتتراجع في هاي الفترة المنتوجات الفلاحية أو بصير في بعض العطل اللي لها أو بعض المضاربات وبرضو في قطاع التعدين والمناجم والصناعة الثقيلة وإضرابات وإضطرابات بتصير في البورصة فجأة منلاقي الأسعار طلعت فجأة منلاقيها نزلت فعشان هيك منقول طالما الزاوية هاي متشكلة ما حدا يغامر في أمور البورصة طبعا بصير في قلة من اهتمام الحكومة أو قلة اهتمام الحكومة بدور العجزة والمتقاعدين والفلاحين وعمال المناجم وبصير نوع من أنواع تضييق الخناق الأمني على الشعب كما بتزيد من نفوذ المحافظين والتطرف والتعصب لدى بعض الجماعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس وهاي اللي راح تستمر حتى يوم 8-2 تبتتعيق الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ننظر للحياة بتفاول أكبر كما أنه بهاي الفترة بتكون شعبيتنا في تصاعد أكثر أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم راح تتشكل واللي اليوم ذروتها ما هي الزاوية اللي بتكون مع القمر فأول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهي الزاوية راح تكون في تمام الساعة 6 و27 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها تقريبا من ساعات الفجر الباكر لغاية ساعات الظهر وهي الزاوية بتخلي بعض الأشخاص يحققوا تقدم على حساب الآخرين يعني الأشخاص المتسلقين بكثره في هاي الزاوية والأعمال اللي ممكن تستغل أو يستغلوا أعمال الغير وينسبوها لنفسهم برضو بتكون بكثرتها خلال هذا اليوم فبتكونوا تكونوا حذرين من هاي النقطة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الظهرة وهي برضو زاوية سلبية طبعا هاي راح تكون دروتها الساعة 12 و55 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه بهاي الفترة بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب معلش بتكونوا عذروني لأنه صوت الأمطار هذا هو اللي داخل مع صوتي وهو اللي بيشوش في بعض الأوقات بها عذروني أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية راح تكون بين القمر وبين زحل وهي راح تكون في تمام الساعة 8 و21 دقيقة مساء بتوقيت جرينج طبعا تأثيراتها من ساعات العصر لغاية ساعات منتصف الليل نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي أيضا زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين الشمس وهي راح تكون في تمام الساعة 10 و16 دقيقة مساء بتوقيت جرينج طبعا هاي الزاوية زاوية إيجابية وهي بتدل على أن القمر راح يتشكل هلال واضح بنسبة 25% فمنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا الرأس والأسنان واللسان وعضلات العضلات المخططة والقضيب والمرارة والشريين والدم بما أنها هاي أكثر إشي بحاجة للعناية فلازم أنه شوي نهتم فيهم بشكل كبير وفي حال أنه شعرنا لأي شيء أو بأي أعرض لعلاقة بهاي الأمور مراجعة الطبيب فورا بالنسبة لهذا اليوم طبعا لأنه ما فيه كله مسار فيوصى بإجراء العمليات الجراحية ما فيه أي مشاكل طبعا اليوم بدأت الأجواء تتحسن وتدعم عمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح اليوم هذا برضو لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي ولكن لا يصلح لإزالة الشعر الزائد أما بالنسبة لمطعوم كورونا فاليوم مناسب جدا ما فيه أي مشاكل يعني إذا كان فيه بعض الأعراض هي بس ببنادول ممكن أنه تنتهي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحمل معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد ستة واحد بيبدأ فيه تمام الساعة خمسة وعشرين دقيقة مساء وبيستمر حتى تمام الساعة عشر وواحد وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعديها لبرج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال خمس أيام في تمام الساعة سبعة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا بيصبح ستة أيام نسبة الإضاءة خمس وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتاش اثنين منتحس الآن بنسبة خمسين في المية ولكن في ساعات تقريبا الصباح بتصير يعني سعيدة بنسبة أربعين في المية يعني بتتحول من منتحس لسعيد الأجواء أما بالنسبة للقمر بما أنه في الحمل هو رح يمكت في الحمل لغاية يوم ستة اثنين هو الآن منتحس بنسبة أربعين في المية في ساعات المساءات صباح تقريبا يعني عند الظهيرة بصير منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية أما بالنسبة للعطارد في الجدي حتى يوم أربعطاش اثنين سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم ستة ثلاثة سعيد بنسبة خمسة في المية المريخ في الجدي حتى يوم ستة ثلاثة سعيد بنسبة ستين في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة سعيد بنسبة ثلاثين في المية زحل في الدلو حتى يوم أربع ستة منتحس بنسبة عشر في المية أورانوس في الثاور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لبلوتو في الجديد فهو رح يمكت لغاية 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم فقدكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم نقدر نقول أنه حان الوقت لحسم الأمور العالقة وممكن اليوم تسمعوا جواب كنتوا بتنتظروا أهم شيء أنك تتحركوا وما تنتظروا أنه الفرصة اللي تيجي لعندكم حاول أنك أنت تذهب وتبحث عنها ما تضيع الوقت بأمور يعني ممكن أنه تكون مش مناسبة لإلك تعتبر هاي الفترة بداية جديدة وداعمة بقوة لإلك ولكن زي ما حكينا بدون تسرع وبدون عصبية برج الثور يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني لأن القمر صار موجود في بيت المتاعب اللي هو بالنسبة لإلك برج الحمل فعشان هيك يضعوا سلم أو لويات للعمل الضروري والعاجل بتكون تنتبهوا لغذائكم ولراحتكم يبتهدأ الوتيرة وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وممكن تشعروا ببعض الخيبة يبتظهر خلافات أو التباسات طباعك بتكون متقلبة ومزاجكم بتكون متعكر فعشان هيك حاولوا أنكم متخلفوا القوانين لأنه ممكن تخسروا أكثر مما بتتوقعوا برج الجوزة بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسب سعيدة أو يتوجه لهم دعوة أو هم يكونوا عاملين مناسبة بتقدر اليوم تعبر عن رأيك بحرية وجراءة وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وبتسكنك حسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف لمد يد العون للزملاء برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبتقدروا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء إنك تبرر كلامك وتكون واضح بشكل جيد ما تحكي شيء يكون مبهم فبدك تكون واضح كن جاهز للقيام بزيارة طارئة أو باتصال بأحدهم ممكن تكون الظروف داعمة لأفكارك وتهتم لبعض الاتصالات والمشهورات حاول إنك ما تكون مهمل وما تترك انطباعات سلبية برج الأسد بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو الامتحانات أو الدراسة أو أمور إلها علاقة بالأوراق القانونية حتى التجار بيستفيدوا بوضع القمر في البيت التاسع فهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة وممكن اليوم تظهروا تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة ولا اختبار تجارب مختلفة ممكن تشعروا بالاعتزاز والفخر أهم شنكوا ما تستسلموا وما ترضخوا لشروط ما بتناسبكم وممكن اليوم تناقشوا بمنطق برج العذرة بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلاة بشراكة أو تعويض طبعا بيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة بدك تحاول أنك تكون متفهم لعوضاع الآخرين ولا أراءهم وتتجنب الكلام الجارح وبدك تكون دبلوماسي قدر الإمكان برج الميزان ابترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني طبعا اليوم بتكثر عندكم الواجبات وبتتزامن وممكن تشعروا ببعض الهلع لضيق الوقت عشان هيك بتكون تحذروا من أمور الهلاقة بطاقتكم وبصحتكم هو ما فيه أي خوف ولكن لازم أنك تتبع الإرشادات والتعليمات اللي حكيناها والجنة بالمشاكل وما تتسلط برأيك القمر بوضعيته مقابلك بكون مرهق وبسحب من طاقتك برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وممكن اليوم تجدوا تعاون من بعض الزملاء لا لكم نضموا جدول غذاءكم وخذوا قسط من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة لكن هذا ما بيعني أن المرحلة رح تكون سهلة بتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكمة عدم إهمال الإرشادات والإشارات مهما كانت بسيطة فعشان هيك بتكون تحاضروا من المشاكل الصحية برج القوس تزداد رغبتكم في التقرب اليوم من أحباءكم وتعزيز العلاقة معهم طبعا اليوم بيحمل فرص مناسبة جدا لكم للمصالحة ولا تسوية ولا كذلك للتعارف والارتباط فعشان هيك نشاطاتك اليوم متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا منتازة جدا فترة منتازة جدا على كل الأصعدة فعشان هيك لازم تستغلها دون مشاكل برج الجديد بترغبوا اليوم في إدخال تعديل على مساكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة طبعا الاهتمام كله رح يضل بالبيت وبالحائلة ممكن اليوم تحتاج المسائل الخاصة والعائلية عندك لمناقشة أو لاهتمام زيادة فعشان هيك ممكن تظهر بعض المتاعب أو الضغوط أو المعاكسات وممكن تتعرض للمحاسبة وربما للتحديات والاستفزاز فعشان هيك تضبط أعصابك قدر الإمكان وتحاول تكون مرن برج الجديد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ومنكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لعن مشاريع مثلا بطريقة بثقة بالنفس وطريقة واضحة وقوية فعشان هيك هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحنات المشاركة في المؤتمرات، الندوات، الترويج لمشاريع بتنجحوا بطرح موضوع حساس وممكن اليوم تقدم على عمل مهم بيلفت الأنظار والإعجاب برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا مال بعودلهم أو يحصلوا على هدية اليوم ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية فعشان هيك بدك تعمل بجدية، نظم شؤونك المالية، امتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء